السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات واولية عمر الصفي الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله معدقة مع حل كتاب جام يانا ثري اللي هي بعنوان ماي كوميونيتي اللي لسه اول مرة يتابعنا سنة ثالثة احنا بنشرح جرامه على اليونت بالكامل وبنشرح الدروس والكلمات وبنحل على اليونت بالكامل من كتاب جمه المعاصر تقدروا طبعا تدخلوا على القناة والطبع بداية الشرح كاملة لكن قبل ما نبدأ اردت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا ان شاء الله دعمكم مهم جدا لنا لانه بيشجعنا نقدم اكتر ونستمر يلا نبدأ مع بعض هنبدأ في بيج 180 ده vocabulary exercise على الدرس الاول وهي الدرس الثاني نبدأ كده مع بعض بيقول لي هنا try to find an attractive not to your article بيقول حاول ان انت تجد اي جذاب للمقالة بتاعتك طبعا result نتيجة ولا interview حوار او مقابلة ولا heading عنوان رئيسي ولا community مجتمع طبعا حاول ان انت تجد heading اللي هو عنوان رئيسي not are the equipment rooms etc هي طبعا المعدات او الحجرات الاخره that people can use to do something اللي الناس تقدر تستخدمها علشان تؤدي شيء ما هي البيفمانتس الارصفة ولا facilities اللي هي التسهيلات او المرافق ولا service اللي هي الاستطلاعات ولا festival اللي هي المهرجانات طبعا هي facilities اللي هي المرافق او التسهيلات بعد كده بيقول لي reading box everyday can improve your reading skills كراءة الكتب كل يوم ممكن ان هو يحسن من مهارات الكراءة عندك the interim of improve is interim اللي هو مضاد مضاد كلمة improve اللي هي معناه يحسن او يطور مضادها ايه طبعا encourage يشجع ولا repair اللي هي يصلح ولا damage يتلف او يضر ولا develop يطور طبعا مضاد يحسن هي يتلف او يضر ولكن بتساوي default I always not my little brothers to help mom at home بيقول انا دايما ايه اخوات الصغيرين لكي نساعد ماما في المنزل يبقى انا عايز اقول ان انا بشجعهم يبقى encourage اما interview يقابل او حوار او مقابلة واندي هنا volunteer متطوع او يتطوع واندي deliver اللي هي معناها يواصل بعد كده بيقولي we went to the fanfare ذهبنا الى الفانفير الملاهي as it is we access not for everyone by public transport لان هي سهلة الوصول لكل شخص بواسطة المواصلات العام يبقى انا عايز اقول سهل الوصول اللي هي accessible بعد كده بيقولي parents not food for you everyday so you can grow strong and healthy عايز اقول ان الوالدين الوالدين بيمتدوك طبعا بيء الطعام كل يوم بهدف ان انت تنمو وتصبح قوي وصحي يبقى هنا provide provide معناها يمد او يزو اما affect معناه يؤثر على deliver يواصل و encourage يشجع ولكن هنا بيقولي ان الوالدين provide food for you everyday this boy has much carriage الوالد ده عن بشجاعة كبيرة to climb the tree ان هو يتسلق هذه الشجاعة to give the verb of carriage add the prefix لكي نخصل على الفعل من carriage اللي هي الشجاعة بنضيف البادئة طبعا عندي هنا عايز اقول يشجع بقول in carriage بعد كده بيقولي Sara spoke to her friend in a decent way طبعا بيقولي سورا تحدست لي صديقتها بطريقة لطيفة كده او طبعا لائقة the synonym of decent is طبعا معنى كلمة معنى اللي هي decent اللي هو لائق او محترم هي kind طبعا اللي هي معناها عطوف ولكن انا عندي indecent غير لائق او غير لطيف weak rule قاسي و impolite اللي هي غير مؤد not means many people who live together in the same area عايز اقول معناه العديد من الاشخاص اللي بيعيشوا معا في نفس المنطقة هما community اللي هو المجتمع a medication التعليم electricity لكهرباء interest اهتمام to give the opposite of healthy بنضيف البادائي opposite مضاد healthy اللي هي صح بنضف لها اليو ان بقت unhealthy غير صحي بعد كده بيقولي the country tries to improve public services الدولة بتحاول ان هي تحسن الخدمات العامة especially خاصة خاصة اللي هو الخدمات العامة اللي هو ال education اللي هو التعليم اما عندي graduation تخرج presentation اللي هو العرض التقديمي and pollution اللي هو التلوث بعد كده بيقولي we went to the public park نحن ذهبنا الى الحديقة العامة and we enjoyed it there استمتعنا به the antenna اللي هو مضاد كلمة public اللي هي معناها مضادها اللي هو ايه private اللي هو ملكية خاص اما local محلي national قومي ونيدي محتاج بعد كده بيقولي not care means looking after people's health عايز اقول الصحة اللي هي الرعاية الصحية دي هي الاعتناء بصحة الناس اللي هي health care اما neighborhood leisure اللي هو الفراغ ووقت الفراغ project مشروع we add the suffix not to the verb educate to give the noun احنا بنضيف اللي حققي للفعل educate اللي هو معناه يعلم طبعا لكي نحصل على الاسم طبعا بنضيف له اللي هي education اللي هو التعليم and not women is climbing up the stairs with difficulty because she has weak knees طبعا عايز اقول الست ايه عايز اقول الامرأة اللي هي كبيرة السن طبعا بتتسلق السلالم بصعوبة لان هي عندها طبعا نيز اللي هي الركب ضعيفة طبعا اللي هي الدرل اللي هي كبير السن اما strong قوي oldest اللي هو الاكبر وادلت البال نكمل في page 119 طبعا ده سؤال complete اكمل حنكمل بإنكلود يشمل strange غريب disabled زاوي الحمام facilities تلسلات او مرافق pavements اللي هي ارصفة وإنكلودنج مجتملا نعم بيقول لي are living a great community بعيش في مجتمع عظيم there are lots of sports activities for young people طبعا فيه انشطة كتيرة رياضية للشباب such as volleyball and tennis clubs زي نوادي التنس وكرة الطائرة there are also many local dots for people of all ages you get العديد من التسهيلات اللي هي المحلية اللي هي local facilities the number one لي كل الناس من جميع الاعمار not a great theater and history museum عايز اقول مشتملا على او متضمنا على طبعا مشرح كبير وكمان متحف تاريخ our roads have wide pavements عايز اقول ان الطرق بتاعتنا فيها pavements اللي هي ارصفة واسعة so it's not a problem لذلك يا مفيش مشكلة for disabled people اللي هما زو الهمم مفيش مشكلة لزو الهمم who travel around اللي هما بيتجول بعد كده سؤالة choose the correct answer بيقول لي Mr. Maher is elderly Mr. Maher ده كبير في السن because he is 90 years old لانه عنده 90 سن the word elder means كلمة كبير السن ده معناه انه old كبير أما young صغير السن rich غني poor فقير the interim of international is interim اللي هو مداد كلمة international اللي هي دولي او عالم مددها طبعا local اللي هي محلي أما ورلد وايد برضو عالمي ونيفرسل عالمي جلوبال عالم that man works with a charity to help all people الراجل ده بيعمل لصالح جمعية خيرية بتساعد كبار السن that means he is a معناه انه هو ايه volunteer اللي هي متطور أما بولي متنمر customer زبون جيمناست اللي هو لاعب جمبال بعد كده بيقولي the suffix not gives a noun from the verb achieve اللي حقه ايه بتعطي الاسم من الفعل achieve اللي هو معناه يحقق او يوم بندف لها منت بقت achievement اللي هي انجر the anthem of the word dangerous is مضاد كلمة dangerous اللي هي معناها خطير مضادها ايه safe اللي هي ايه اما unsafe ده غير امن اللي هي بتساوي خطير و difficult صعب serious برضو خطير بتساوي dangerous a and not is a group of questions that you ask people to find out information about something هو ايه هو مجموعة من الاسئلة انت بتسألها الناس عشان تكتشف معلومات او تكتشف وتجمع معلومات عن شيء ما ده اسمه السيرفي اللي هو الاستبيان او الاستطلاع اما behaviorment رصيف شارع و project مشروع opportunity اللي هي الفرصة بعد كده بيقول لي we add the prefix not to the word encourage to give the verb احنا بنضيف البداي للكلمة courage اللي هي معناه شجاع عشان نحصل على الفعل بنضيف the this اللي هي this courage معناها يحبط a not is a small area of a town and the people who live there عايز اقول هي منطقة صغيرة من مدينة والناس اللي بيعيشوا فيها دي بنسميها الneighborhood اللي هو الحي اما squirm ربع او ويدان فلد حقل port meena not means services such as electricity natural gas or water to help the members of the community ده ايه معناها اللي هي الخدمات زي الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه لمساعدة اعضاء المجتمع دي بنسميها الخدمات العامة اللي هي public services اما healthy services اللي هي خدمات صحية difficulties صعوبات و individual differences اللي هي الفروء الفردي to give the adjective from the noun health we add the suffix not لكي نحصل على الصفة من الاسم health health دي اللي هي معناها صحة بانضف لها اللاحقة ايه علشان من نحولها من اسم الصفة بانضف لها ال-y بقت healthy صحي the anthem of the word ill is مضاد كلمة l l دي معناها مريد يبقى مضادها بصحة جيدة اللي هي well اما عندي well دي معناها sofa بيجو وراء ال infertive الفعل في الماضي اما wool حقت و wool sofa a mechanic prepared our car last week الميكانيكي صلح طبعا السيارة بتاعتنا لسبوع الماضي the synonym of repair is معناة repair اللي هي معناها يصلح معناها fix fix برضو يصلح اما mix يخلط cure يرعى و text يرسل نكمل في page 122 ده exercise على grammar كنا شرحنا present continuous tense زمن المضارع المستمر وقلنا ان زمن المضارع المستمر يتكوى من am و is و are و verb و مع ing قلنا ان المضارع المستمر بيعبر عن حدث يتم الان وقت الكلام و مازال مستمرا و ده الاستخدام نستخدمه اه قبل كده او عارفينه ولكن احنا النهاردة طبعا شرحناه ولكن في اليونت دي شرحناه ان هو بيمكن ان هو يستخدم التعبير على المستقبل مع الترتيبات المستقبلية طبعا كل ده اكتر شرحناه في فيديو مفاصل شرحنا فيه و انا ان شاء الله اصاب لكم الانك في الوصف نبدأ كده مع بعض بيقول لي هنا عايز اقول لي هم هيسافروا اوروبا الاسبوع القادم في اجازتهم انا عندي هنا ار يبقى ار ترتيب الفعل عندي بنتهي بساكن و قبل متحرك بنضعف الساكن و نضيف ال ing the students is taking a quiz in the classroom tomorrow عايز اقول ان الطلاب هاياخدوا متحمد قصير بكرة في الفصل يبقى هنا اخد بال ال students هنا جامعي بقى we not work next week we are traveling to Paris عايز اقول نحن لن نعمل الاسبوع القادم احنا نسافر باريس يبقى we aren't طبعا we بتاخد are و اخد بال ان هي منفية we aren't working و اضيف للverb ing what you doing tonight عايز اقول ماذا تفعل الليلة يبقى هنا you طبعا بتاخد are احنا قلنا في تكوين السؤال الاداة و اما و ازور و الفاعل will verb ing يبقى what are علشان عندي you what are you doing بعد كده بيقول لي i go to the park tomorrow i have booked the ticket احنا نذهب للحديث و غادر انا خلاص حجست التذكر و رتبت يبقى هنا ترتيبات مستقبلية بستخدم المضارع المستمر i بتاخد am و اضيف للverb ing am going we can't visit you نحن لن نستطيع زيارتك we have a picnic next week عدم القدرة على فعل شيء معناه ترتيب لشئ اخر في المستقبل يبقى فق مضارع مستمر we can take our we can take our و عندي verb have بنستخدم معاها زمن المضارع المستمر where are they go this weekend اعز اقول اي الناس يذهبوا هذه العطلة where are they going مضارع مستمر او زوار الفيرب my dad fly to new york tomorrow he has booked the ticket برضو هنا رتب او حكز التذاكر يبقى هو مضارع مستمر بابا هيسافر لنيويورك بكرة dad move front يبقى is و اضيف للverb fly ing يبقى flying i clean my room after lunch i have arranged عايز اقول ان انا هنا رتبت ان انا نضب حجرتي بعد الغد لو انا عندي verb arrange or arrangement or arranged او have arranged او عندي prepared او prepared او preparation الوعداد طبعا في الحالة دي بستخدم المضارع المستمر i بتاخد am و اقول cleaning second قبلي حرفين متحركين بضيف ing فقط ولكن second قبلي متحرك واحد باضع في الحرف السكن و بضيف ing my brother not stay home tonight اخويا لن يبقى في المنزل الليلة he is meeting his friends in the afternoon هنا عايز اقول اخويا لن يبقى في المنزل يبقى my brother طبعا مفرد يبقى is ولكن اخد بالي ان انا هنا ايه حنفي يبقى isn't staying بعد كا بيقول لي my mom is help me make a cake tomorrow ماما هتساعدني اعمل كيكة بكرة يبقى is يبقى is helping i leave tomorrow عايز اقول انا هسافر بكرة او غادر بكرة i have bought my train ticket انا حجزت او اشترت تذكرة القطار هنا انا جده رتبت يبقى انا هنا بستخدم زمن المضارع المستمر يبقى am leaving برضو هنا leave بتنتهي بال e silent او silent e طبعا هنا بحزفها وبضيف ing بعد كده هنا بيقول لي we get married next july عايز اقول لي احنا هنتزوج we have invited our friends برضو عزمنا ورتبنا يبقى ده مضارع مستمر طبعا we بتاخد are we getting طبعا فعلي بنتهك second قبل وحرف واحد متحرك بندعف الحرف السكن ونضيف ing noha meet her all different next week it's arranged طبعا ده حاجة مترتبة يبقى هنا مضارع مستمر noha is meeting بعد كده بيقول لي look انظر عيني على هنا على الكلمات الدلة على المضارع المستمر my new friend coming over there عايز اقول صديقي اتيا يبقى friend مفرد يبقى is coming وليسه coming بس بعد كده بيقول لي we build a new house next month حنبني بيت جديد الشهر القادم we have arranged نحن رتبنا يبقى مضارع مستمر يبقى are building استخدمنا we are مع we we are start a new project next Sunday هنبدأ مشروع جديد للحد القادم it's arranged برضو هنا arrange يبقى بستخدم we are starting where you go at the present طبعا في الوقت الحالي برضو علامة من علامات المضارع المستمر يبقى where الاداة واما واذا وارا استخدم ار علشان عندي الفاعل you واجبه الفاعل في الing where are you going anas not play tennis now anas لا يلعب تنس الان he's doing his homework بيعمل واجبه يبقى anas مفراد يبقى بستخدم is واخد بالان هي منفية not واضيف للverbo ing بقى not playing نكمل في page 124 برضو ده اكسرسيز على الجرامر كنا شرحنا الصفات المنتهية بالإيدي والصفات المنتهية بالing وانا ان الصفات المنتهية بالإيدي بتصف الكان الحي إنسانة وحيوانة الذي يشعر بالصفة والing بتصف الكان الحي او الشيء او الجماد الذي يسبب الصفة بيقولي last week i applied the guitar into concerts الاسبوع الماضي ايا عزفت على الجتار في حفلتين موسيقيتين concert اللي هي حفلة موسيقية she was amazing عايزة يقول هي كانت مذهلة يعني هي اللي سببت الصفة يبقى she was amazing مش هي اللي كانت مندهش the customers is the pain were pleased كانوا طبعا مصرين with the quality of service as their strong عايزة اقول ان هما كانوا مصرين بجودة الخدمة في المطعم يبقى هو اللي كانوا سعداء طبعا هما اللي بيشعروا بالصفة يبقى pleased hassan is interested in watching football matches عايزة اقول حسن مهتم طبعا بمشاهدة مباراة كرة القدم يبقى حسن هو اللي مهتم يبقى interested i woke up unhappy انا استيقظت كده جير سعيد يستردي بالامس because i had a terrified dream عايزة اقول كنت شفت كده اي حلم فضيع طبعا هو اللي بيسبب برده ويبقى terrifying taking deep breath طبعا ان انا اخد نفس كده اخد نفس كده breath sorry breath taking deep breath helps me feel more relax عايزة اقول ان انا باخد نفس كده عميق ده بيساعدني ان انا اشعر ان انا مسترخي اكتر اشعر 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 انا اللي باشعر بالصفة يبقى relaxed she was annoyed by her letter sister who was crying عايزة اقول هي كانت متضايقة من اختصها هي اللي كانت بتبكي هي اللي بتشعر بالصفة متضايقة i started to get worried when they didn't arrive home انا بدأت ان انا قال اشعر بالقلق يعني عندما لم ياتوا للمنزل يبقى get worried انا اللي باشعر بعد كده بيقول لي my little sister was scared to walk alone in the street اخت كانت خايفة هي اللي بتشعر بصفة الخوف ان هي تمشي الوحدة في الشارع يبقى scared بعد كده بيقول لي هنا eating ice cream on a hot day اكل الاسكريم في يوم حر is satisfied يبقى هو عايز اقول ان هو ايه؟ ان هو مردي يبقى satisfying he is a poor person عايز اقول هو شخص I don't like to listen to him ما بحبش اسمع له يبقى pooring هو شخص اللي بيسبب له صفات المالة pooring نحزي في الايه ونضيف ايه اني جي I was surprised انا كنت مندهش to see my cousin this morning because i thought he was in care انا كنت مندهش ان انا شوف ابن عمي هذا الصباح لان انا اعتقدت ان هو في القاهرة يبقى انا اللي كنت مندهش بشعر بصفة اللي اندهش يبقى surprised he was tiring after playing all day in the hot sun عايز اقول هو كان متعب بعد لعب طول النهار في الشمس الحر يبقى هو tired لكن tiring متعب قال بسبب الصفة بعد كده بيقول I was very frightened when I saw a big dog انا كنت خايف جدا لما شفت كلب كبير يبقى frightening frightened انا اللي شعرت بالصفة خائف I was disappointed to hear that community the community center was closing عايز اقول ان انا كنت متضايق disappointed او محبط ان انا اسمع ان المركز المجتمعي مغلق يبقى هنا ايه disappointed بعد كده بيقول لي هنا the instructions from my new coffee machine التعليمات اللي هي لالالة صنع القهوة الجديدة are really confused عايز اقول محييرة هي اللي بتسبب بيبقى confusing محييرة villagers are exciting to hear about the plan عايز اقول القرويين متحمسين يسمع عن الخطة يبقى متحمسين excited هي she was shocked by the news عايز اقول هي كانت مصدومة يبقى shocked بعد كده بيقول لي محمد صلاح is an amazed footballer عايز اقول لعب كرة قدم مدهش amazing بعد كده بيقول لي the cat was frightened when it saw the look عايز اقول لي الكتة كانت خايفة لما شفت الكلب يبقى frightened هي اللي شعرت بالخوف the football match was very excited عايز اقول مباراة كرة القدم كانت مسيرة exciting طبعا منحزي في the e ونضيف the ing نكمل في page 125 ده طبعا تدريب كده على القواعد السابقة بيقول لي i meet مصباح at the airport at 5 انا هقبل مصباح في المطار الساعة 5 طبعا الساعة 5 ده معاد يعني انا بتجيله معاد يبقى المواعيد الشخصية طبعا لا تعد اه مواعيد سابقة زي ما استخدمنا في المضارع البسيط ولكن بستخدم فيها المضارع المجتمع يبقى am meeting لي i بتاخد am بعد كده بيقول don't be frightened متكونش خواف او خائف the duck want to bite you الكلبي مش هيعدك bite هنا معناه يعد يبقى frightened قال لي بيشعر بالخوف خائف لا تكن خائفا the match was bored so i stopped watching it المباراة كانت مملة علشان كده توقفت عن رؤيتها او مشاهدتها طبعا pouring هي المسببة للصفة i play tennis with my friends next Friday everything is okey كل حاجة كده مرتبينها يبقى ده مضارع مستمر بقول انا هلعب تنس مع اصدقائك جمعة قادمة i بتاخد am وي اضيف للverb ing applying هند likes reading excite stories طبعا هند بتحب قراءة القصص المسيرة طبعا مسيرة يبقى بتسبب الصفة exciting باحذف ال e واضيف ال ing بعد كده بيقول لي هنا our class الفاصل بتاعنا visiting a museum next week هيزور المتحف الاسبوع القادم our teacher has booked a bus المدرس حاجز autopist طبعا هنا نتب يبقى مدارع مستمر class مفرد يبقى is visiting why are you looking so worried عايز اقول لماذا تبدو قلق قلق يبقى وارد صفة بتنتهي بال وارد وقبلها ساكن بنحذفها وضيف ال i e d we get married and june it's arranged طبعا ده حاجة مرة نترتب لها هتحصل يبقى مدارع مستمر يبقى are getting ضعف من الحرفين لان ده فاعل بينتهي ب second قبل حرف واحد متحرك بعد كده بيقول لي the journey was really tired عايز اقول ان الرحلة كانت متعبة يبقى هي اللي سببت tiring رحز في لي وضيف ال i the government الحكومة build our new school next summer عايز اقول الحكومة هتبني مدرسة جديدة الصيف القادم everything has been arranged طبعا عينيه على arranged يبقى مدارع مستمر يبقى الحكومة مفرد يبقى is building i was interesting in knowing the truth عايز اقول ان كنت مهتمة بمعرفة الحقيقة يبقى interested ولكن interesting ده معناها شائق بسمالة come back next Thursday بسمالة هترجع يومي الثلاث القادم i can't wait to see her لا استطيع الانتظار الانتظار لو رؤيتها يبقى طبعا هنا is coming إذا عشان بسمالة مفرد ونحذف ال i the museum is a maze عايز اقول المتحف مدهش there are so many old things here يوجد أشياء كتيرة قديمة هنا يبقى هو مدهش amazing نحذف ال i and g the gods were very frightened when they saw the line الماعث كانت خايفة جدا لان هي شافت الاسد يبقى frightened خائف لذلك نطلق على الصفة اللي بتنتهي بالإيدي وتصف الكائن الحي سواء هو إنسان أو حيوان بيشعر بالإيه الصفة بعد كده بيقول we can't visit you لا نستطيع زيارتك ليه بقى لان احنا we meet some friends after week هنقابل بعض الأشخاص أو الأصدقاء بعد العمل عدم القدرة على فعل شيء معناه أن انا مرتب أعمل حاجة يبقى we بتاخد or وضيف للverb ing بقى مدارع مجتمع or meeting the result of the exam was disappointed عايز أقول لنتيكت لم تحنكت محبطة دي disappointed محبط يبقى محبط disappointing she go to the dentist on Thursday عايز أقول هي ستذهب لطبيبي الأسنان يوم الخميس هي مرتبة بقى is going is عشان شيء مفرد وبضيف للverb ing I was excited to watch the new film last night كنت متحمس أشوف الفيلم الجديد الليل الماضي أخد بالي أن هنا أنا اللي كنت بشعر بصفة الحماسة بقى excited I fly to Paris for a holiday soon أنا سوف أطير إلى باريس لأجازة قريبا I have got the plan ticket معايا تذكرة عملت الرحلة يبقى أنا كده ايه عملتي ترتيبات يبقى I am flying today's English lesson من العنوان إلى نهاية الدالج لأن العنوان مهم يمكن أن يكون فيه إجابة سؤال أو على الأقل هيعرفني المحادثة تتكلم عن كمان النقاط في المحادثة تكون مرتبطة بعضها لذلك إحنا لما نقرأ هنقدر نجيب بكل سهول يقول لي جانا أنها are talking about the decent life initiative عايزة أقول إن جانا ونها بتكلموا عن مبادرة حياة كريم فبيقول له إيه hi جان what are you doing بتعمل إيه أطلقها hi no بتعمل إيه فسألتها سؤال قدت لها what about the decent life initiative هي عن مبادرة حياة كريم يبقى هيعنا بتقرأ مقالة يبقى تقول لها I am reading an article أنا بقرأ مقالة عايزة تقول له يعني إيه يبقى what is is it about المقالة دي عن إيه أطلقها it's about the decent life initiative سألتها سؤال تاني أطلقها it's a plan to improve the quality of public services in rural areas عايزة أقول دي خطة لتحسين جودة الخدمات العامة في المناطق الرفية يبقى عايزة أقول إيه هي المبادرة دي أو إيه هي what is it what is this initiative إيه هي المبادرة دي do you mean it will help people in the villages to have better health care education and other services هل تعني إن هي هتساعد المبادرة دي هتساعد الناس في القرى إنهم ما يكون عندهم رعاية صحية أفضل وكمان تعليم أفضل ويه خدمات أخرى أتقول طبعا yes I do أو yes sure نعم بالتأكيد can I read it when you finish it أممكن أقراها بعد ما أتخلص يا أممكن تقول of course بالطبع أو yes you can بعد كده سؤال complete هنكمل بـ بلين طائرة community مجتمع and where rural لوري في بلان خطة نور اللي هي طبعا لا you leave the decent life initiative مبادرة حياة كريمة is a great knot هي ايه that helps people who live in the knot areas أعيز أقول هي خطة رائعة number one a great plan خطة رائعة بتساعد الناس اللي هم بيعيشوا في rural areas اللي هي المناطق الرفية number two it has made a difference to our knot هي عملت اختلاف to our community المجتمع عنه number three حدثة اختلاف it aims to بتهدف الى improve both public services not health care هي بتهدف الى تحسين كل من الخدمات العامة and and both and و اللي هي الرعاة الصحية we should support it يجب ان احنا ندعمها بعد كده بيقول لي to not is to try to make people do something ان انت تعمل ايه معنى انت تحاول انت تجعل الناس ان هم يؤدوا شيء ما معنى ان انت انكارشهم بتشجعهم اما كنتاني استمر delivery وصل improve you to not is to take a letter or object to a place or building ايه اتن انت تاخد خطاب او شيء لمكان او ممنى اللي انت بتعمل deliver توصل provide ويزود volunteer يتطوع improve you حسن our community has many نقط مجتمعنا فيها العديد من ايه we have some great shops and places to go to like the library احنا عندنا محلات رائعة وكمان اماكن نذهب اليها زي المكتبة احنا عندنا many facilities مرافق او تسهيلات اما problems و مشكلات services اختلافات the students here have done something important الطلاب هنا عملوا شيء كده مهم they have made a good يبا هم عملوا good ايه achievement انجاز جايد اما mistake خطأ ده بقولي عملوا حاجة ايه مهم electricity كهرباء وفرند صديق نكامل في page 128 بيقولي we add the prefix not at the beginning of the word able to give the entrance عايز اقول بنضيف البداية ايه ببداية الكلمة able اللي هي قادر لكي نحصل على its entram مضادها يبقى disabled لهم زو الهم وليد can repair his bike وليد يقدر انه يصلح درقته the entram of the word repair is مضاد كلمة repair اللي هي معناها يصلح يصلح طبعا مضادها damage اللي هي يتلف لكن fix and mend دي بتساوي repair و drive اللي هي يقول بعد كده سؤالي correct بيقولي 5 million new jobs خمسة مليون وظيفة جديدة ناخد بالي من كلمة million طبعا هو لو جاء بلها رقم لا تجمع million billion we thousand we hundred كل الكلمات دي لا تجمع لو جاء بلها ايه رقم لكن لو جات في الاول معها حرف god of الحالة دي تجمع millions of new jobs ملايين ايه الوظافة خمسة مليون وظيفة جديدة is an amazing achievement انجاز عظيم يبقى amazing موزهل ماهي was surprised to see the pyramids for the first time ماهي ماهي كانت مندهشة ان تشوف الاهرامات للمرة الاورى يبقى surprised i can't see tomorrow لا استطيع ان اراك غدا i play football with my friends we have arranged رتبنا يبقى ده مضارع مستمر يبقى i بتاخد am يبقى i'm playing he meet his uncle at the airport at five o'clock tomorrow حيقاب العمو الساعة خمسة بكرة يبقى هي is meeting ترتيب برضو استخدمنا ايز عشان هي وضيفنا meet ing the kids the fall were poor during the long car ride with nothing to do الاطفال كانوا بيشعر بالملل خلال طبعا كيادة السيارة اللي هي الطويلة وما كانش في حاجة يعملوها يبقى bored يشعر بالملل بعد كده بيقول لي كتب 110 كلمة نقضى عن مبادرة حياة كريمة طبعا احنا قلنا ان احنا ان شاء الله هنزل شرح للريفيو والبيجرافي والشورت ستوري وكمان هنزل شرح الاهم الموضوعات اللي هي طبعا زكرت في المنهج وقلنا كمان يا جماعة مهم جدا ان احنا نقرأ الدروس لان الدروس هي اللي هتدينا افكار ومعلومات تساعدنا واحنا بنكتب في سؤال البراجراف وطبعا ده مجاب خلال اليونت نبدأ كده مع بعض بيقول لي عايز اقول ان انت من المهم ان انت اي ان انت تحترم الاخرين بان ان انت تكون عطف معاهم وتستمع اليهم بحرص عندما يتحدثوا يبقى اما دونيت يتبرع لسن يستمع اجنور يتجاه الجو النهاردة مشمس جدا معنى كلمة سني اللي هي معناها مشمس إز طبعا كلاودي اللي هي مغيم ولا برايت اللي هو طبعا لا مع كده وساطع ولا قلد بارد ولا فجي اللي هو ضبابي طبعا سني معناها برايت We add the suffix not to the adjective strange together now احنا بنضيف اللي حقه ايه للصفة strange اللي هي معناها غريب علشان تدينا الاسم طبعا هي هنا صفة يبقى عايز اقول غريب stranger برضو ده الشخص الغريب A not is someone who pays for a room in a house هو الشخص اللي بيدفع تمن حجرة في منزل ده بنسميه اللي هو النزيل اللي هو الهدجر أما seller بائع buyer مشتري stranger اللي هو الشخص الغريب بعد كده بيقول لي and not is something that happens to you in your life هو شيء بيحدث لك في حياتك اللي هي الايه عايز اقول لي الخبرة اللي هي experience أما exercise اللي هي معناها تدريب او يتدرب We expert اللي هو خبير We experiment اللي هي تجربة علمية او معملي teachers explained all the problems to their not المدرسين شرحوا كل المشكلات لذير طبعا manager اللي هو المدير بتاعهم أما عندي tourist سائح nurse ممردة و cleaner عامل نظاف بعد كده بيقول لي and not the board that people bought on a wall to put messages on هي طبعا بيقول لي هنا هي لوحة كده بيضعها الاشخاص على الحائط علشان يكتبوا فيها الرسائل يبقى هي not support لوحة الاعلانات أما meeting اجتماع lodger اللي هو نزيل و for istigab My uncle is a businessman and always has not to discuss important topics هو عمي رجل اعمال ودايما بيكون عنده ايه علشان يناقش طبعا او لموقشة الموضوعات المهمة بيكون عنده طبعا meetings اجتماعات أما services خدمات competitions اللي هي مصابقات و repairs اصلاحة I sat on a wooden knot at the park and watching their birds fly by أنا جلست على ايه خشبي في الحديقة وشاهدت الطيور طبعا بتطير جلست على البنت اللي هو المقعد الساب أما not support لوحة اعلانات زي ما قلنا for istigaba factory must not we form the noun of communicate by adding the suffix not احنا بنكون النون اللي هو الاسمي من communicate اللي هي يتواصل بنضف لها اللي هي ايه اللي هي i o n communication اللي هو التواصل my mother asked me to not hear a call if i am going to be late عايز اقول ماما طلبت مني ان انا اتصل بيها لو انا اتأخرت يبقى give her a call give a call معناها يتصل بيه بعد كده بيقول لي to give the noun from the adjective sick لكي نحصل على الاسم من الصفة sick اللي هي معناها مريض بنضف لها اللي هي sickness اللي هو طبعا بنضف لها اللي هي sickness اللي هو طبعا بنضف لها اللي هي نسبقة sickness اللي والمارت طارق doesn't have any money طارق لا يملك اي اموال so i will not for his metro ticket لذلك عايز اقول ان انا هدفع تمان التذكرة يبقى pay for Mr.Kamal is a kind man Mr.Kamal ده رجل عطوف the opposite of kind is مضاد كلمة kind اللي هي معناها عطوف مضادها ايه طبعا هي معناها اصلا friendly ليه ودود ويوسف المفيد وطبعا محابي غير سعيد يبقى هي مضادها unkind غير عطوف after a long day of working طبعا بعد يوم طويل من العمل it's time for you to take a knot and relax انه الوقت بقى ان انت take a rest تترتحت او تاخد كده استراحة وتسترخي نكمل في page 136 الآن سؤال complete هنكمل breast راحة وطيرنج متعب بيف منت رصيف طيرد متعب اسكت طبعا سأل وبينت اللي هو المقعد الساب بيقول عادل is an old man عادل دربه العجوز he is 75 years old عنده 75 سنة while he was walking along the نقط بينما هو بيمشي بطول the pavement اللي هو الرصيف he fell down هو ساقط and felt very a وشعر ان هو very a متعب جدا i young boy saw him شاب كده صغير شافه and run towards to him وجاء طبعا towards him he not him to sit down عايز اقول ايه هو طلب منه the number three طلب منه انه يجلس and have a rest وان هو يسترخي the number four وشكره طبعا for his wonderful treatment لمعاملته الرائعة and the condition وعطف بعد كده سؤال to not means saying hello to welcome someone ان انت تعمل ايه مع ان انت تقوله اهلا علشان ترحب بشخص ما ده طبعا الشخص ده بيحيي great great يعني وحي اما visit ويرك يعمل في لا يطير بعد كده بيقول لي there are many monuments and ruins in Luxor يوجد العديد من الاثار والبقايا في الاكسر the word monuments here refers to not buildings كلمة مينيومنتس اللي هي معناها اثار يتشير الى المباني الايه اللي هي الهستريك اللي هي التاريخي اما new modern دول معناهم حديث او جديد وفاشنبل اللي هي علموضة طبعا بتدي معنى ان الحاجة دي لسه جديد not writing or picture that people draw on walls هي الكتابه او الصور اللي الناس بيترسمها على الجدران هو الجرافيتي اللي هو الرسم على الجدران اما traffic المرور لفليت منشور او كتاب هيدفون سماعة راس a not someone who pays to live in a house هو الشخص اللي بيدفع لكي يعيش في منزل بيققر يعني اسمه tenant tenant بيققر المنزل ككل و اما ledger نزيل بس بياخد اوضة player لاعب worker عامل officer اللي هي ضب the suffix not turn the adjective dark into a noun اللي حقق ايه بتحول الصفه dark الى اسم طبعا darkness بنضيف لها نسبة darkness اللي هي الظلام to succeed in your exams اللي كي تنجح في امتحاناتك means to turn not them معناه ان انت pass them بتكتزهم اما test يختبر و test يتزوق و في اليفش بعد كده بيقول لي if you are not you don't expect something and it seems strange or unusual عايز اقول لو انت ايه معناه ان انت مبتكونش متوقع شيء ما او ان هو بيكون غريب او غير معتاد ان انت تكون surprised مندهش اما did might pleased مسرور anxious colleague to give the noun from the verb compete as the suffix not علشان نحصل على الاسم من الفعل compete اللي هو معناه ينافس بنضف له اللي هي ايه اللاحقة اللي هي i-t-i-o-n تبقى competition اللي هي منافس ايا is always pleased by the not of her friends بيقول ايا دايما بتكون سعيدة بايه of her friends اصدقائها طبعا بkindness اللي هو عاطف اصدقائها our teacher is kind and helpful المدرس بتاعنا هو عطوف و متعاون ده synonym معنى كلمة kind اللي هي معناها عطوف اللي هي friendly ودود اما hard صعب او خشن وانكايند غير عطوف وده المضاد وقول رائع people can communicate with each other all over the world الناس تقدر تتواصل مع بعضها البعض حول العالم this means they use not ممكن ان هما ده معنى ان هما ممكن يستخدموا social networking network services اللي هما يستخدموا خدمات الشبكة الاجتماعي اما maps خرائق وdarkness الظلام box code نكمل في page 139 ده exercise على grammar كنا شرحنا قاعدة be going tool اللي هو استخدام be going tool للتعبير عن المستقبل وقلنا ان احنا بنستخدم am or going tool ذا دي الفعل في المصدر عشان نعمر عن ان الحاجة دي ترسل في المستقبل ولكن بنستخدمها مع خطة او نية او قرار في المستقبل وكمان بنستخدمها مع التنبؤ ولكن بوجود دليل مادي وكمان بنستخدمها مع اشياء على وشكل ايه الحدوث طبعا كل دوء اكتر شرحنا في فيديو مفاصل شرحنا فيه grammar unit بالكامل تقدروا تدخلوا على القناة واتبعوا فيديو الشرحي كمانا وانا سيب لكم اللينك في الوصف بيقول لي هنا number one the add by a car he planned the that هو خطط اخد بالي بقى اول ملايك كلمة planned او decide اللي هي معناها يكرر ناخد بالنا من النقطة دي لحت خلينا نعرف نحل السؤال ده كويس وكمان عندي intent اللي هي معناها ينوي يبقى انا عندي planned خطة او يخطط ممكن اقفل ماضي planned زي مها موجودة كده اقفل مضارع التام المهم ان انا لاقي حاجة فيها planned ممكن الاقيها decision اللي هي قرار ممكن الاقيها have decided intend نفس الحكاية يلاقيها intend اللي هي ينوي او intentionية او intended في الماضي البسيط او have intended في المضارع التام يبقى انا لقيت اي اه اكسبريشن من دول اه طبعا بستخدم بgoing to اللي هي اما وإذا وار going to زياد الفعل في المصدر بمعنى self زياد مفرد يبقى هستخدم معاه is we going to we الفعل في المصدر بو يبقى is going to buy next summer السيف القادم i not going to travel travel to England i decided to spend the country site عايز اقول ان انا ما قررتش ان انا ان انا مش هسافر انا مش هسافر الى انجلترا لان انا قررت ان انا اقضي الاجازة في في الريف يبقى انا هنا عايز going to ولكن ما فيه يبقى i بتاخد am not وطبعا ام not ما لهاش اختصار مش ازنت مزي ازنت i'm not going to لان طبعا السؤال ما فيه شيء المدرس سوف يعرض لنا صفحة على طبعا هنا انا going to be ورا الفعل في المصدر دي سهلا يبقى شو بعد كده بيقول لي not you you are going to ride a horse ناخد بنا ان ده سؤال السؤال بيبدأ بي verb to be يبقى are you وليس you are you are دي لو جملة give me the remote no i am go to watch the film بيقوله ديني الريموت انا سوف اشاهد الفلم يبقى i am going to i am going وليس go i am going to watch volunteers المتطوعين is going to plant some trees along the street هيزرعوا اه طبعا او سوف يقوموا بزراعة بعض الاشجار بطول الشوارع volunteers جمعوا ستاديم معه are وليس is look at that man on the bridge انظر الى هذا الرجل اللي هو على الكبري طبعا ده شيء على وشك الحدوث he is going طبعا وتقول فعل في المصدر jump he is going to jump هو سوف يقوموا i have decided انا قررت that i speak to my parents about the problem انا قررت ان انا اتكلم مع والدي عن المشكلة اخد بالي decide عيني عليها يبقى going to i بتاخد am وي اا اقول بقى i am going to اللي هي دي كلها على بعضها معناها سوف وي الفعل اللي هو اسبيك منساش الفعل i am going to speak بعد كده بيقول لي going you what's the new play tonight عايز اقول هل انت سوف تشاهد المصرحية الجديدة الليلة طبعا احنا لو هنسأل بقى سؤال بمعنى هل يبقى احنا هنا هنبدأ بare ليه are verb to be علشان هنفعل عندي you يبقى are you going to طبعا خطوات تكوين السؤال سهلة جدا لو مشينا عليها هنقدر نجاوب اي سؤال we're going start social network service page is anyone interested in helping طبعا بيقول احنا سوف هنبدأ او ننشئ صفحة ختمات للشبكة الاجتماعية طبعا هل حد هيهتم ان هو يساعد يبقى we are going to we الفعل في المصدر اللي هو start we are going to start next monday الاسنان القادم we try a new kind of medicine هنجرب دواق جديد this is our plan اخد بالي بقى من البلان دي خطتنا للسبوع القادم يبقى طبعا going to we بتاخد are we going to اللي هي كلها دي على بعضها are going to معناها سوفا we اجيب الفيرب اللي هو try منسهوش we going to clean up the rubbish in our street عايز اقول نحن سوف ننظف القبامة في الشارع we بتاخد are يبقى منساش التلات اقسام are going to we معاهم الفعل في المصدر يبقى we are going to هنقضي المساء بالخارج بعد كده بيقول لي صلاح سوف يزور مصر الاشبوع القادم it's his plan دي خطته يبقى هنا هستخدم مع صلاح is عشان مفرد we استخدم going we عندي to الفعل في المصدر موجودة في السؤال عمر عند اي عمر و انا احنا الاثنين يبقى هنا ايه جامع going to spend the evening outdoors هنقضي المساء بالخارج outdoors هنا ادفيرب بظرف بمعنى بالخير يبقى عمر و انا احنا الاثنين جامع يبقى هستخدم الفعل are we going يبقى are going وعندي to الفعل في المصدر في السؤال بعد كده بيقول لي ماذا سوف تفعل خلال العطلة ماذا سوف تفعل خلال العطلة احنا هنا عندنا الاداة we going to we too والفعل في المصدر يبقى to do they not going to play tennis in the afternoon they are going to study for their exams هم مش حيلعبوا تنس بعد الظهر ولكن هم حيزاكلوا للامتحان احنا عايزين going to من في they بتاخد or we are من فيها aren't we بستخدم going وطبعا ما عندش to في السؤال يبقى بقول يبقى aren't going to بعد كده بيقول study هو قرر يبقى going to يبقى أي من مفرد is والفعل في المصدر منساش الفعل المتطوعين سوف ينظفوا الحديقة يبقى going to والفعل في المصدر نكمل في ده على الدرس الثالث والدرس الرابع هنكمل طبعا في سؤال complete ليه وقت community مجتمع on طبعا بندور على بعض اللي هو العمل التطوع ده نمبر 1 كلنا يجب ان احنا نعتني ب مجتمع انا هو عايز يقول كده نمبر 2 we can do that in our spare time نقدر نعمل كده فوقت فراونا if you are interested please contact us using our email address or call us لو انت مهتم اتصل بنا او ابعت لنا على الايميل او اتصل بنا بعد كده قطعة reading طبعا دي قطعة لهيئة ايميل زي ما احنا شايفين اهو dear peter هو انا عندي عمال بيبعت خطاب او ايميل sorry لصديقه بيتر بيقول له dear peter peter العزيز hi i hope you are well اتمنى انت تكون بصحة جيد i'm sorry that i haven't sent you an email recently انا اسف ان انا ما بعتلكش ايميلات طبعا مؤخرا because we were busy moving back to our village after the distant life initiative had improved it لان احنا كنا مجهولين بالانتقال او العودة الى القرية بتاعتنا بعد مبادرة حياة كريمة ما طورتها let me first tell you what the distant life initiative means خلينا اقول لك الاول اي مبادرة حياة كريمة it means the project to develop all the villages in Egypt هي مشروع بيهدف الى تطوير كل القرى في مصر in my new village now في قرية الجديدة دلوقتي we have a primary, a preparatory and secondary school عندنا بقى في مدرسة تبتدائي وعددي وسنة i do not have to walk kilometers to go to my school everyday انا طبعا مش مضطر بقى انا اذهب كيلومترات او امشي كيلومترات لكي اصل الى المدرسة كل يوم the facilities are the best thing in our community المرافق او التسهيلات دي افضل شيء في مجتمع we have great jobs and many jobs chances احنا عندنا العديد او الكثير من المحلات الرائعة وكمان فرص العمل طبعا العديد the new health care center has modern equipment اللي هو مركز الرعاية الصحية كبان في معدات حديثة we have playgrounds where we can play volleyball, basketball and football احنا كمان عندنا ملاعب نقدر نلعب فيها كرة الطائرة وبسكتبول اللي هي كرة السلة وفوتبول كمان كرة القدم there is a place where families can enjoy painting outside together في مكان طبعا للأسر تقدر تستمتع بالخارج معا now we are we really live a happy decent life احنا دلوقتي عايشين حياة سعيدة وكريمة السؤال الاول بيقول لي the main idea of the text is الفكرة الرئيسية في القطعة الفكرة الرئيسية هي تطوير القاري يعني هي مش مدارسة للقارية ولا هي التسهيلات السيئة ليه bad facilities ولا هي bad playground ولكن هي our village improvement التحسين الموجود او التطوير الموجود في القاري the best thing in a mad the community is افضل شيء في مجتمع عماد هو قال ايه هو قال افضل حاجة هي facilities اللي هي التسهيلات او المرافق عماد is an عماد ده ايه طبعا هو student تطالب لانه قالك بروح المدرسة بعد كده بيقول لي why couldn't a man write emails to peter recently ليه عماد لم يستطع ان هو يكتب ايميلات لبيتر مؤخرا طبعا هو هنا ذكر لي في passage قال له هم because a because they were busy moving back to their village after decent life يبقى احنا بقى نغير بس الضمائن نقول ايه because وبدل ما اقول he ويبقى they هم they were busy moving to بدل ما اقول our تبقى there بس ودي اجابة السؤال number 4 بعد كده بيقول لي summarize the improvements of a mad village لخص اللي هي طبعا التطوير او التحسينات اللي هي في قرية عماد طبعا هو هنا قال لي ناخد كده بقى من البسج قال لي اول حاجة هنا ان هو في اه طبعا they have ممكن اقول they have مثلا هنا they have primary preparatory and secondary school دي برضو تحسينات ده حاجة ممكن اقول كده اكتب كده اكتب كده التسهيلات اه ممكن اكتب بعد كده the playgrounds اللي هي الملاعب وكمان اللي هو المكان كل الحاجات دي انا اقدر اكتبها في السؤال ده دي جابة السؤال number 5 بعد كده بيقول لي after 5 years بعد خمس سنوات what do you think the villages in Egypt will be ماذا تعتقد افراه القرى مصر هتكون ايه they will be مثلا القرى دي اعتقد هيكونوا مثلا better ممكن اقول لي هيكونوا افضل and have many many و هيكون فيها كمان many improvements هيكون فيها تحسينات كتير بعد كده سؤالة choose the correct answer بيقول لي هنا kareem pay is for a room to live in a house when with its owner كريم حيدفع ثمن حجرة علشان يعيش فيها في المنزل مع المالك بتاعه يبقى هو يأجر حجرة بس هي ايه يبقى هو lodger نزيل ولكن owner المالك سيلر الرباع وتننت ده مستاجر ولكن حيأجر البيت ككل نكمل في page 142 please من فضلك no add food to people who don't have enough عايز اقول بيقول من فضلك اتبرع بالطعام للناس اللي هي ما عندهش طعام كافي بقى donate the weather is bright today الطقس النهاردة رائع او مشمس it's very بقى هو sunny مشمس مغيم stormy عاصف dark muslim my grandmother is very kind جديتي عطفة جدا we all like her كلنا بنحبها she is اتباهية friendly اما unkind غير عطوف cruel قاسي وباد سيء sadly بحزن the boy filled the test الولد رسب في الامتحان fill هنا اللي هي معناها يفشل او معناها يرسب هي مضاد the opposite of هي مضاد الكلمة a succeed اللي هي معناها ينجع اما respect يحترم enter يدخل وقلو تيلاوس to give the noun from the verb manage لكي نحصل على الاسم من الفعل manage اللي هي معناها يدير بانضفلها اللاحقة er بقت manager اللي هي المدير بعد كده سؤال التصحيح بيقولي i am go to wear my black dress tonight انا سوف ارتدي الفستان الاسود بتاع الليل يبقى am going وليس اgo i am going to he's join a sports club this is his plan هو سوف ينضم الى النادي رياض دي خطته يبقى going to he بتاخد is ومعنا going to وي الفعل في المصدر join ما ننساش الفعل انا بنبه ما ننساش الفعل what you're going to do when you finish university ماذا سوف اتفعل عندما تنهي الجامعة الاداة و am or is or هستخدم r علشان انا عندي الفعل you we going what are you going to do when my parents get enough money عندما يحصل والدية على المال الكافي they are going get a bigger flat هيشتروا شقة او يحصلوا على شقة طبعا اكبر هنا عندي r اهو going to get we going travel we going travel هنسافر بالجو we have decided احنا قررنا يبقى are going to يبقى هنا عندي we are going to منساش two وعندي الفعل تراب بعد كده بيقول لي اكتب مية وعشرة كلمة انا شورت ستوري يرد كصة قصيرة قرأتها احنا ان شاء الله زي ما دايما بنقول هنزل شرح لي ازا تكتب شورت ستوري وازا تكتب بايجراف الياسرة الزاتية او الريفيو كل ده هنزل طبعا فيديو شرح وكمان هنشرح اهم الموضوعات ولكن دايما بننبه ان احنا لازم نقرأ الدروس اه طبعا اه اول باول ونكتب في كل الموضوعات اول باول طبعا علشان اه يكون عندنا معلومات كتيرة ويكون عندنا قدرة على اننا نكتب اه بسهولة. ما نسيبش طب طبعا السؤال ده لنهاية الترم ونبدأ بقى ان احنا آآ ندور ونشوف مذكرات او ورق او اي حاجة نحفظ منه وخلاص. سؤال الباراجراف لا يحفظ دي مهارة بتتعلمها اللي هي مهارة الرايتنج دي ازاي تكتب واحدة واحدة حاول ان انت تدرب نفسك وتكتب. وده طبعا مغاب عنه خلال اليونت. ده على الدرس الخامس والدرس السادس. نبدأ كده مع بعض ده سؤال اكمل. هنكمل بتري شجرة. متطوعين اللي هو التلوين. لايك يحب اجن مرة اخرى ولايك برضو يحب. ولكن طبعا فعل في المصدر وفعل مضاف لويس. بيقول لي there is a big public library in our town. يوجد طبعا مكتبة عامة كبيرة في مدنة. that children don't know of the library anymore. عايز اقول للمكتبة الطلاء الاطفال لم يعود ان هم يحبوا المكتبة. يبقى لايك. احنا هنا هنستخدم فعل في المصدر علشان عندي don't. دي number one. بيقول لي it looks old and needs not. هي طبعا بتبدو قديمة ومحتاجة ايه? painting اللي هي تلوين. دي number two. محتاجين ان احنا نلون. so we wanted to start a project to improve our library. احنا بدأنا او اردنا بنريد ان احنا نبدأ مشروع عشان نحسن مكتبة. that's why we need some. ده السبب اللي بخلينا محتاجين بعض the volunteers اللي هم المتطوعين. to help us plan and complete the project. عشان يساعدونا نخطط ونكمل المشروع. we need to encourage children to use the library again. احنا طبعا محتاجين ان احنا نشجع الاطفال ان هم يزوروا المكتبة مرة اخرى. بعد كده سؤالة show the correct answer. he is a great engineer. هو مهندس عظيم. not he is a great writer. عايز اقول بالاضافة لذلك هو كبان كاتب عظيم. يبقى in addition. طبعا دي هنا اضافة. ولكن طبعا من فعش استخدم further or more عشان عندي in. وهوفر تنقد وكملود في الختام. لكن انا هنا عايز اضيف. we use not language when we talk to people for the first time. احنا بنستخدم لغة ايه لما بنتكلم مع ناس للمرة الاولى بنشتخدم لغة formal لغة رسمية. اما مع الاصدقاء بالاشرة بنستخدم informal language لغة غير رسمية. we should always listen to not because they have more experience than us. يجب كلنا ان احنا نستمع للايه عز اقول البالغين لان هما عندهم خبرة اكتر مننا يبقى الادلت البالغين. اما kids اطفال زي انجل شباب babies اللي هما الرضع. it's important to wear suitable clothes for the weather. مهم جدا ان احنا نربس ملابس مناسبة للطاكس. the synonym. معنى كلمة suitable اللي هي معناها مناسب او ملائن. اللي هي proper برضو معناها مناسب. اما unsuitable غير مناسب adult اللي هو بالغ واوصم رائع. بعد كده بيقول لي the prefix not is put to formal to give the opposite. البديعي بتوضع لكلمة formal اللي هي معناها رسمي علشان يدينا المضادة او العكس. هي in بقت informal غير رسم. بعد كده بيقول لي to give the noun for a person from the verb build. we add the soft. لي كي نحصل على الاسم او اسم الشخص. من الفعل build اللي هو معناه يا ابني. بنضيف له er بعد builder اللي هو البناء. my mother created our cousins not she loves them a lot. عايز اقول ماما حيت ابناء عمي طبعا بحرارة كده او بدفت لان هي بتحبهم يبقى warmly. اما nervously بعصبية badly بطريقة سيئة وساد لي بحزن ولكن هو هنا بتقول بتحبهم يبقى بحرارة. they are living in happiness. هما بيعيشوا في سعادة. the مضاد كلمة happiness اللي هي معناها السعادة. مضادها الحزن. اللي هو الايه? اللي هو السادنس. اما pleasure دي المعنى سعادة وجوي فرح و enjoyment برضو دي استمتاع. can you give me a not for what you are doing now? عايز اقول ممكن تديني السبب اللي بيخليك تعمل كده يبقى reason for reason اللي هو السبب. اما plan اللي هي طائرة وresult اللي هي نتيجة بوك كتاب. the store allows customers to not close if they don't fit. عايز اقولي المحل بيسمح للزباين ان هي تستبدل الملابس لو هي مش مناسبة. يبقى exchange اللي هي معناه يتبادل. اما contact يتصل introduce ويقدم وباي يشتري. اه بعد كده بيقولي هنا we can form the object of suitable by adding the prefix. احنا ممكن نكون مضاد كلمة suitable اللي احنا قولنا معناها مناسب بان احنا نضيف لها on. بقت unsuitable اللي هي معناها غير مناسب. اه she not herself as a new student in our class. عايز اقول هي قدمت نفسها كطالبة جديدة في الفصل بتاعنا يبقى introduced. introduced معناه يقادم. اما produce ينتج. نكمل في بيج 150 ده سؤال ديالج مهم جدا ان احنا نقرأ الديالج كاملا بيقول لي نادر is introducing his brother to his friend ماهر. نادر بيقدم اخوه الى صديقه ماهر. فنادر بيقول ايه? hello ماهر this is my brother عمر. ده اخوي عمر. فماهر رد قال ايه? how do you do? يعني زيما يكون بيقوله كده اتشرفنا يعني. يبقى ممكن يقوله هلو عمر. هلو عمر اهلا يا عمر. بيرحب بي. how do you do? طبعا السؤال ده اجابته please to meet you. انا سعيد بلقائك. how do you do? please to meet you. where are you going? زاهبين فين يعني انتو الاثنين ماهر رد قال له ايه? قال له we're going to the supermarket too. يعني انت رايح فين? ماهر رد قال له ايه? قال له احنا كمان رايحين للسوبر ماركت. يبقى هو يقول له I am going to the supermarket. انا سوف اذهب الى I am going to the supermarket. انا سوف اذهب الى السوبر ماركت. قال له احنا كمان زاهبين للسوبر ماركت. طيب فماهر سألهم سؤال قال له to buy some groceries. طبعا اللي كان يشتريه بعض البقالة. ممكن يقول له Y ويسكت? او ممكن يقول له why are you going there? لماذا? انتو زاهبين لهناك او آآ طبعا للسوبر ماركت. سأل سؤال قال له of course you can join us. بالطبع تقدر تنضم لنا. ممكن يقول لهم بقى can I? ده سؤال بمعنى هل عشان اجيب عندي of course. can I join you? ممكن انضم اليكم بغير الضمائي ارباع لحسب المتكلب. can I join you? ممكن انضم اليكم? قال له طبعا of course. بالطبع. page one hundred fifty one the exercise على الدرس الخامس والدرس السادس. السؤال الاول ده سؤال الديالك. سؤال المحادثة بيقول لي عمر and kareem are talking about working for charities. عمر وكريم بتكلموا عن العمل لصالح الجمعيات او المؤسسات الخيري. فعمر بيقول له hello kareem please to meet you. انا سعيد بلقاك. يبقى هو برضو هيحيييه ويقول له hello عمر انا آآ اهلا يا عمر. وبردو هيقدر ان هو كبان يقول له يعيد له نفس الجملة وانا سعيد بلقاك ايضا. يبقى يقول له please to meet you too. انا سعيد بلقاك ايضا. فهنا بيقول له what do you think of working for charities? اه بتعتقد او ايه رأيك في العمل لصالح اه الجمعيات الخيرية? ممكن يقول له I think it's it's very important I think it's very important. اعتقد ان هو مهم جدا. do you work for charity? هل تعمل لصالح جمعية خيرية? يقول له yes I do. ايوة انا اعمل لصالح جمعية خيرية. لانه سأل سؤال قال له I help the people there. لان انا بساعد انا هنا بساعد آآ طبعا آآ اللي هما كبار السن. ممكن يقول له what do you do? او how can you help? how can you help there? ازاي بتساعد هناك? help there. او what what do you do there? ماذا هو السؤال التانية? what do you do there? ماذا تفعل هناك? او ازاي بتساعد هناك? السؤال ان دول يديها دي. فسأل سؤال قال له اي جوال? انا عادة بعمل هناك في آآ في اللي هو الاجازات. يبقى عايز يقول له آآ متى تعمل? يبقى when? when do? سؤال في المضارع البسيط. when do you? باستخدم بها ظرف التقرار قبل الفعل الاساسي. when do you usually work there? بتعمل عادة هناك امتى? قال له add the weekend في العطلات. بعد كده سؤال complete. هنكمل بget. آآ got. آآ تورست سائح. وget طبعا ده ماضي وده مضارع فورم استمارة خطير وربش كما ما ممكن يكون معناه كمان وسيل. بيقول لي في اجتماع المجتمع بتاعنا قررنا ان احنا نحسن القلعة في مدنة. بعض الجدران بتاع القرعة. ار ايه? ار عايز اقول ان هي خطيرة. دي نمبر وان. وكمان ان آآ العديد من الناس او بعض الناس بيتركوا قمامة في القلعة. we are going to not to repair the world. عايز اقول احنا هنعمل ايه? جيت نحضر. سوف نحضر. استخدمنا فعلي في المصدر عشان عندي طول. سوف نحضر بعض البنائين عشان نصلح الجدران. children's at our school are going to clean up the نقط. ان الاطفال في مدرستنا هنضافوا الرابش اللي هي القمامة نمبر سري. اعتقد ان القلعة هتكون مزهلة. هتبقى اه طبعا هو اه جازب مكان جازب سياح. بعد كده سؤالت شوف the correct answer. بيقول لي. we use not to give contrasting information. احنا بنستخدم ايه? علشان ندي معلومات متناقضة. يعني تناقض متناقضة. بنستخدم but. but دي معناها لكن بتعطي تناقض. الجملة الاولى بتكون متناقضة مع الجملة التانية. اما so لزلك دي نتيجة وسبب. firstly اولا. we in addition the اضافة. we use not to اه with to introduce the reasons for the project. احنا عايزين بنستخدم ايه? علشان نقدم اه اسباب اللي هي المشروع. يبقى عايز اقول to end النهاية ولا سامريز يلخص ولا start. يبدأ ولا conclude. احنا عايزين نقدم البداية يبقى to start with. اه زي welcome to us. هما رحبوا بينا باي? they liked our visit. هما حبوا الزيارة بتاعتنا. رحبوا بينا warmly. بحفاوة او بحرارة. it's right to wear this uniform here. انه اه طبعا صواعب او من الجيد ان انت ترتدي هذا الزي هنا. it's very انه ايه? انه suitable مناسب. اما كسترا زائد warmly. متناقض. نكمل في بيج one hundred fifty two. I felt great happiness. انا شعرت بسعادة عظيمة. when i succeed. اه عندما نجحت. اه زي السنة. معنى كلمة happiness اللي هي السعادة. معناها pleasure. برضو سعيد. the suffix not change the verb attract into a noun. اللي لاحقوا ايه? بتحول الفعل attract اللي هو معناها يجذب. الى اسم. اللي هي i o n. attraction. بعد كده سؤال التصحيح. يقول لي. I was amazing by the number of people who came to the festival. عايز اقول انا كنت مندهش. انا اللي شعرت بالصفة. اه كنت مندهش بعداد الناس اللي حضرت المهرجان. يبقى انا هنا استخدم amazed. شرحنا الفر ما بين الصفات اللي بتنتهي بالاينجي والاينجي والاينجي. the lesson was bored. we didn't understand it. الدرس كان مميل. ما فهمناه مش. يبقى كان بورينج. I know I going borrow some books from the library today. عايز اقول لي هستيل في بعض الكتب. I بتاخد am. we عندي going. ولازم استخدم معها to. والفعل في المصدر borrow. يبقى am going to borrow. in addition بالاضافة in addition to not beautiful she is rest. عايز اقول بالاضافة لكونها اه جميلة هي كمان زكية. in addition to being. بيجي وراء الفرب ing or noun. طبعا ده verb to be اصلا. we are going to have a beginning. احنا going to والفعل في المصدر. بعد كده بيقول لي اكتب ريفيو عن helping people in your community. مساعدة الناس في مجتمعك. ده مجاب خلال اليونت. نكمل في page 153. ده اصلاة لانجمان. طبعا السؤال الاول ده سؤال الدالوك. سؤال المحادثة. اه بيقول لي هنا. Salma and Sahar are speaking about their hobbies. سلما وصحر بيتكلموا عن اه هواياتهم. فهنا عندي الاول. اه ساحر بتسأل بتقول. بتقول لي. hi i know you have a lot of hobbies to do. انا عارفة ان انت عندي كوايات كتيرة بتعمليها. but which one you like most? بتحبي ان اكتر واحدة او اكتر هواية بتحبيها. فصحر ردت عليها دي سلما اللي بتسأل. صحر ردت عليها وقيت لها. ايه? سلما قيت لها. that's why you went on a riding horse trip last week. ده السبب اللي خلاك تروحي لرحلة ركوب الخيول الاسبوع الماضي. يبقى هي بتحب ايه بقى? يبقى i like هتحب ايه ركوب الخيل? i like riding horses most. بحب ركوب الخيول most. عرفنا منين? طبعا عرفنا لما كملنا. لذلك انا بقول دايما نكمل الاول الديالوج وبعد كده نبدأ نجاو. اه قيت لها you are right. but سألتها سؤال قيت لها our friend russia. اه she is fond of horses to. هي ملعة بي. يعني بتحب الخيول ايضا. يبقى عازة تقول لها ماذا عن صديقتنا رشا? يبقى what about وماذا عن our friend russia? وماذا عن صديقتنا رشا اتلها دي كمان هي ملعب الخيول? what's your favorite hobby بقى? بتقول لها ايه هوايتك المفضلة? فردت قيت لها ايه سالمة? سألتها صحر سوال تانية اتلها the last novel i read was black beauty. اخر رواية قرأتها كالجمال الاسود. يبقى هي بتحب قراءة الايه? قراءة الايه? قراءة الايه? يبقى تقول لها ايه? like reading novels. اه عايزة بقى هنا تقول لها ايه اخر رواية قرأتيها? يبقى what? طبعا السؤال في الماضي. بقى what was the last novel you read. دي اخر قصة قرأتيها. تلاقي ان ذي is the novel in which she is a main character is a beautiful black horse. هل دي القصة او الرواية اللي الشخصية الرئيسية اللي فيها دي حصان اسود الجميل? اتلاقي yes it is. ايه وهي? I am sure you read it before. انا متأكد ان انت قرأتيها من قبل. بعد كده سؤال اكمل سؤال complete. هنكمل باميزنج مدهش اميز مندهش فاساتيز مرافق او تسهيلات. متطوع صغير او شاب كبير. كلنا يجب ان احنا نرعى مجتمعا. I think the best thing about our community is the not. اعتقد افضل شيء في المجتمع بتاعنا هو اللي هي التسهيلات. عندنا اه بعض المحلات الرائعة and not places to go. وكمان اماكن مزهلة amazing هي اللي بتسبب الصفة. دي number two. like the nearby park زي الحديقة المجاوة. we have lots of community projects. عندنا الكثير من المشروعات المكتبعية. where we can not to help people. اللي احنا نادر ان احنا ايه? نتطوع فيها. we can volunteer. اهي. دي number three. لا تطوع. هنا معناه يتطوع. خاصة اللي هما من الشباب. the number four. لا. سوري سوري. نساعد. يبقى. نساعد خاصة اللي اللي هما كبار السن. سوري سوري. السؤال التاني برضو ده سؤال complete. هنكمل بطريقة مهدبة. رصيف شارع. طارد متعب. طارنج متعب. نيبر. اه. جار. نيبرهود حي. اه. بالامس قررت اعمل بعض التسوق. او اقوم ببعض التسوق. انت ستريت في الشارع. اه. اه. رأيت طبعا امرأة كبيرة في السن. اللي كانت بتبدو ان هي متعبة جدا. and she was walking along that. كانت بتمشي بطول اللي هو الرصيف. number two. I created here. حيتها. not and politely. بأدب. طبعا حيتها بأدب. and helped her to sit down on the bench. وساعدتها ان هي تجلس على مقعد. the woman thanked me and said she was happy to live in this neighborhood. طبعا هي الست دي طبعا شكرتني. وقالت ان هي ساعدة ان هي بتعيش في هذا اه الحي. بعد كده سؤالة. the correct answer. be like can't continue working. لم لا استطيع ان استمر بالعمل. because i'm very tired. لقينا نتعبان جدا. continue اللي هي معناه يستمر هنا. اه. if the object. هي مضادة في المعنى. ايه? لا ايه? طبعا. يستمر مضادها. stop. يتوقف. لكن بتسوي go on. يبدأ دي. and not is a person who rents a room in another person's house. الشخص هو الشخص اللي بيأجر حجرة في منزل شخص اخر. هو اللجر اللي هو النزيل. اه. اما لاندلورد ده صاحب العقار وانر ملك سيلور بائع. نكمل في page 154. try not to lose the environment. حاول ان انت ما تلوس البيئة. لكي نحول الفيرب اللي هو معناه يلوس. الى اسم احذف. دليت دي معناها احذف. احذف الايه وضيف ايه? طبعا. اللي هي اي او ان بقى اللي هي التلوس. اه. there should be there should have a lot of not for the and disabled people. لازم يكون في العديد من اللي هي اللي هي المرافق او التسليلات لكبار السن او اللي هما زاوي الهمم. اما difficulties دي تصعوبات. differences. اختلافات problems مشكلة. فضل donated a lot of money to charities. فضل اتبرع بالكثير من الاموال لصالح المؤسسات الخيرية. this means he knows them lots of money. معناه ان هو اعطاهم. give them اعطاهم. لكن took اخذ on the metallic owed اللي هو ادانة. لكن هو اعطا. مش ادانة. بعد كده بيقولي. I have received a formal reply from the company. انا استلمت رد رسمي من الشركة. to give the opposite. علشان نحصل على مضاد كلمة formal. انضف لها in bad informal غير رسمي. tourists like to visit that place. السياح بيحب يزوروا المكان ده. it's a not site. هو عايز اقول موقعي هاستوريك تاريخي ولكن هاستوريك دي معناها التاريخ او آآ مادة آآ التاريخ. بعد كده بيقول لي I think men and women should have the same work chances. اعتقد ان الرجال والسيدات يجب ان هم يكون عندهم نفس فرص العمل. they should have not opportunities. لازم ان هم يكون عندهم اكل opportunities. فرص متساوية. آآ that decent life انها شاتف مبادرة حياة كريمة. not the houses of poor people in rural areas. عايز اقول ان هي بتصلح المنازل اللي هي للفقراء يعني في المناطق الرفية. repairs بتصلح. اما destroys you dammer compares you current vampires اللي هي ازواج. I like reading very much. بحب القراءة جدا. this means that I am not this happy. معناه ان انا اين? interested in. مهتمة بالهواية دي. لكن افريد اوف خاف من. worried about collect men. bad ads سيء في. بعد كده سؤالي correct. يقول لي look انظر. the manager's car coming over there. طبعا look هنا يعني مدارع مستمع. آآ سيارة المدير يبقى is coming. طبعا دي ايكار دي مفرد. you are amazed. you have made a great success. عايزة اقول انت مدهش. لان هو اللي سبب بقول له انت عملت ايه? نجاح عظيم. يبقى you are amazing. ايه بيكلم بيه? فبيقول له. where do you intend to spend the weekend? اين نويت? يانوها اخد بالي اخد بالي على يانو دي. آآ اين نويت ان انت تقضي العطلة. قال له. i spend the weekend in my village. طبعا اخد بالي ان هنا مادم في انتندي. اما و is going to? اما و is going to? زاد الفعل في الماضي. الاي بتاخد ام يبقى i am going to? وليس وال. مستر رادي ليف فور لندن tomorrow as arranged. عيني على الرنج يبقى مدارع مستمر. يبقى مستر رادي موف رادي بقى is. leave d. ها اخذ في اللي هي واضف لها ال i n g. اماني travel tomorrow. هتسافر بكرة. she has got the ticket خلاص خدت التذاكر يعني هي كده رتبت زي دي بالظبط مدارع مستمر. يبقى is traveling. طبعا فعلي بنتهب حرف second قبليه متحرك بنضعف الحرف second ونضيف ال i n g. رامي not play football now. he is studying at home. عايز اقول هو لا يلعب كرة قدم الالم ولكنه بيذاكر. يبقى رامي مفرد يبقى is. ولكن is ما فيه بقى isn't. واضيف للفرب يعرف. طبعا لعندي هنا هو نوز من يعرف يبقى هو هنا مش متأكد يبقى ربما اللي هي might. احتمال. why are the workers dig here? عايزة لي اقول لي العمال بيحفروا هنا. اما ويزور والفاعل. ولكن اخد بالي ديك فعلي بينتيب second قبليه متحرك بنضعف الحرف second ونضيف ing taking. the sky is clear. السماء صافية. ده اه طبعا دليل. يبقى الجو مش هيمطر. يبقى it isn't going to rain. طبعا ده تنبق بوجود دليل والدامي باستخدم going to. we going spend the evening outdoors. احنا هنقضي المساء بالخارج. يبقى are going to. يبقى we بتاخد are واستخدم going to. are going to دي كلها لبعضها معناها سوف spend يقضي. نكمل في page one hundred fifty five the test on unit three. الاختبار على الوحدة التالتة والسؤال الاول ده سؤال دالك سؤال المحادسة. بيقول لي هنا. is talking to appear about an interesting book. هلا بتتكلم معابير عن كتاب شاي. فبتقول لها ايه? hello hala. what are you doing? ترميلي ايه? يبقى هي طبعا بتقرأ كتاب. يبقى هي تقول لها I am reading a book. انا بقرأ كتاب. I am reading a book. فسألتها سؤال. قلت لها it is called or it's called David Copperfield. اسمه David Copperfield. يبقى عايزة تقول لها ماذا يسمى? يبقى what? عندي is في السؤال بستخدم. والفاعل it. what is it called? ماذا تسمى? او الكتاب ده بيسمى ايه? is it interesting? هل هو شيء? تقول لها طبعا. يشور? نعم بالتأكيد. او yes it is. او كتقول لها شور بس. سألتها سؤال قتلها it was written by Charles Dickens. كتبه بواسطة الكاتبة Charles Dickens. يبقى انا عندي اقول من? او من كتبت بواسطته? هو? وعندي امشي بقى القعد. عندي فعل مساعد بس تخدمه لهوز. وعندي الفاعل it. وكمل بقى written by. واحزب بقى الايه? اللي هو العاق اللي انا بسأل عنه. who was it written by? كتبت بواسطة مين? هتلاقى بواسطة Charles Dickens. can you lend me this book when you have finished reading it? ممكن تسأل فيني الكتاب ده لما تخلصي قرأته تقول لها طبعا. yes of course. نعم بالطبع. او ممكن تقول لها of course بس. بالطبع او بالتأكيد. yes of course. السؤال الثاني ده سؤال complete. هنكمل بهذا. we share وشارك و is together. معا time, what, place. اللي هو مكان. يقول لي a community is like a victim. المجتمع ده زي اسرة كبيرة. it's a not where people live, work and play. هو ايه? عاز اقول هو المكان. the number one. هو المكان اللي الناس بتعيش فيه بتعمل و بتلعب. people in a community help each other. الناس في المجتمع بتساعد بعضها البعض and work together. وبيعملوا معا. the number two. to solve the problem. لحل المشكلات. they're not roads, parks and buildings. عايز اقول هما بتشاركوا. the number three. بتشاركوا. share الطرق والحضائق والمبان. everyone in the community not a special part to play. كل شخص في المجتمع عنده او لديه. number four. has a special part. لديه دور مميز اه طبعا يؤدي. السؤال التالي ده قطعة reading بيقول لي the decent life initiative مبادرة حياة كريمة is an exciting plan. خطة مصيرة that is really making a difference to about thirty two million people. اللي هي اه بتحدس فرق لأكتر من حوالي اتنين وتلاتين مليون شخص who live in the rural areas of Egypt. بيعيشوا في المناطق القرفية في مصر. the initiative aims to improve the quality of public services. المبادرة بتهدف الى تحسين اه جودة الخدمات العامة. it provides more health care. بتوفر الكثير من الرعاية الصحية. better education. تعليم افضل. and better job opportunities. وكمان فرص عمل اه افضل. اه since twenty nine منزو عام الفنة وتسعتاشر سوري. the decent life initiative has helped in three hundred seventy seven villages to have clean water. المبادرة ساعدت اه ان الاشخاص في تلتمية سبعة وسبعين قرية انه هما يجدوا مياه نظيف. او يحصلوا who are ill. عايز اقول ان هي كمان ساعدت في اصلاح منازلهم. وكمان ارسلت دكاترا للكرة لتوصيل الادوية. وكمان مساعدة المر. it has also improved the facilities for disabled people. اه هي كمان حسنت المرافق لزوء الهمم. and is helping more children to have a better education by building schools and the villages. وكمان ساعدت اه الاطفال ان هما يحصلوا على تعليم افضل ببناء مدرس في القرى. it will continue to help people around the country. هي هتستمر في مساعدة الفقراء اه حول اه الدولة. السؤال الاول بيقول لي اه that decent life initiative has helped people who live in not areas. عايز اقول ان المبادرة حياة كريمة ساعدت او بتساعد الناس اللي هما بيعيشوا في rural areas المناطق اما اربان ده حضري. وريموت بعيد ومودرن ايه حديث. the opposite مضاد دي كلمة اه deliver اللي هي معناها يوصل. حد بيوصل مضاد دها send اللي هي اه او ايه. sorry لا هي اه يوصل. دي يوصل معناها رشيف اللي هي استلم. اما send yourself. the decent life initiative has helped people to have clean water. ساعدت طبعا الناس في 377 قرية ان هما يحصلوا على مياه نظيف. بعد كده بيقول لي what is the main idea of the passage? ايه الفكرة الرئيسية في القطع? اللي هي طبعا مبادرة حياة كريمة او زيه? decent life initiative. what does the decent life initiative aim to? المبادرة دي بتهدف لين? نشوف كده في البسج. قال لي هنا the initiative aims to improve the quality of public services. المبادرة بتهدف الى تحسين جودة الخدمات العامة. دي جابت السؤال number five. بعد كده بيقول لي why do you think the decent life initiative is important for children? ليه بتعتقد ان مبادرة حياة كريمة مهمة للاطفال? برضو دي ذكرت في القطعة. قال لي هنا في البسج اه is helping. يبقى هنقول طبعا هنا سؤال why. بقى جابته because. نكتب كده because it. is helping. اهي من اول is. is helping more children to have a better education by building schools in the village. ان هي بتساعد الاطفال ان هي يحصلوا على تعليم افضل. دي جابت سؤال number six. بعد كده سؤال تشوف the correct answer. بيقول لي do not. is to try to make people do something. ان انت تعمل ايه? ان انت تحاول ان انت اه تجعل الناس يفعلوا شيء ما. ده ان انت بتعمل لهم انكرج. تشجيع. بتشجعهم. اه بعد كده بيقول لي a a not the long seat for two people or more. هو مقعد طويل لشخصين او اكثر. ده البانتش اللي هو المقعد السا. اما ارمي تشير كورسي زوم اصنا ديني تشير كورسي متحرك وويلي تشير اه تشير اللي هو مش الكورسي المتحرك لا الكورسي الصغير ده اللي هو بياخد فرض واحد. اما اما ارمي تشير اللي هو الكورسي اه كورسي متحرك اللي هما زو الهم. اه بعد كده بيقول لي the president اللي هو اه الرئيس started the decent life not for people who live in villages. عايز اقول ان الرئيس بدأ مبادرة حياة كريمة اللي هي the decent life initiative. لمساعدة الناس في الكورة. he entered a new course. هو دخل كورس جديد. this means he not اه معناه ان هو التحق بي يبقى جايند. نكمل في بيج 157 the synonym معناه كلمة اللي هما كبار السن معناها اللي هما من الالد كبار كبير. to give the noun from the verb introduce لكي نحصل على الاسم من الفاعل introduce اللي هي معناها يقدم. اه طبعا احنا بنحذف الاي ونضيف الاي او ان بات انترو داكشن. كده انترو داكشن. مقدمة. اه بعد كده سؤال التصحيح. مسي is an amazing football player. عايز اقول مسي دا لعب مذهل. يبقى amazing. نحذف الاي ونضيف الاي اني جين. i meet my friend for dinner after work tomorrow. عايز اقول لحقابل صديقي بكرة بعد الغدا دا معان يبقى am meeting معاد شخصي. مضارع مجتمع. they not going play tennis this afternoon. عايز اقول لان يلعبوا تنس بعد الظهر. اخد بالي ان هنا going to يبقى زي بتاخد or وهتبقى منفية. not يبقى aren't او are not. we استخدم going to والفعل في المصدر. بعد كده بيقول لي we were all very worried when they he didn't return home on time. احنا كلنا كنا قلقانين. لم عندما لم يرجع للبيت في الوقت المحدد. طبعا احنا كنا بنشعر بالصفة. يبقى ورد. نحذف الواي ونضيف الاي اي دي. what you go to study next year. عايز اقول عايز اقول ماذا سوف تدرس. الاداء اما واذا وار. احنا هنستخدم ار عشان عندنا الفاعل يوم. what are you going? وعندي 2 اهيف والمصدر. بعد كده بيقول لي اكتب موضوع عن. the rule you should play to help your community. الدور اللي يجب ان انت تلعبه لمساعدة مجتمعك. وده مجاب خلال اليونت. نكمل في page 158. ده الجزء الخاص بي. the public sheet exercise. ده سؤال ده يلبسوا علي الاول. بيقول لي ايه? reem and amal are talking about the mid year holiday. reem وامل بيتكلموا عن اجازة نصف العام. فريم بتقول لها ايه? the mid year holiday will start next week. اجازة مصر السنة هتبدأ لسبوع القادم. اتلها that's right. ده صحيح. وردت سألتها سؤال اتلها I'm going to sharm الشيخ. انا سوف اذهب لشارم الشيخ. يبقى هي هنا بتسأل عن مكان. اذاة الاستفام where? where are you going? انا ستذهب. اه سألتها سؤال تاني اتلها because لان يبقى السؤال ب why? because it's a wonderful place for a holiday. لان هي مكان رائع. يبقى why are you going? زي اللي بتذهبي هنا. سألتها بقى سؤال تاني وقالت لها who will you go with? هتذهبي مع مين? عايزة تقول لها ايه? اه اه طبعا ازا family welcome with me. الاسرة هتجي معي. my family. بعد كده what activities can you do zero? ايه الانشيطة اللي هتعمليها هنا? ممكن تقول لها مثلا في اهم ما يروح وشارم الشيخ مش هيقرأه في القرآن. لأ we can go swimming and snorkeling. قيت لها I wish you have happy مديره اللي دي اتمنى لك ان انتي تقضي اجازة نصف عام سعيدة ولا طبعا سانكيو وتشكرها. اه بعد كده سؤال التصحيح برضو على هاية سؤال اختار. بعد بنختار بقى يا جماعة بنزل بقى الاختيارات بتاعتنا هنا. يعني مسلا number one احنا اخترناها بي مسلا وليا كل نزل البابل بتاعها كده بيه كده. انسوق في كل الاسألة. اه بعد كده بقى اللي هو السؤال التاني. بيقول لي she was about going to the trap. on a trap. هي كانت متحمسة. يبقى كانت excited. اه the loud noise. الضوضاء العالية was annoying. عايز اقول كانت مزعجة. annoying. هي اللي بتسبب الصفة. هاني play with his friends at the club tomorrow afternoon they arranged it. عايز اقول هاني سوف يلعب مع الزقاء في الناد. هو رتب. يبقى is playing. ضرع مشتمر. هاني مفرد. next summer الصيف القادم. we're going travel to Paris. are going to travel. are going to travel. are going to travel. I am go to wear my black dress tonight. انا سوف ارتدي. I'm going to. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اللي عنده اي سؤال او اي استفسار او فيه اي جزئية من في المنهج بش فاهمها من البداية لحد ما احنا وقفين. يكتب لي في comment وانا برد على كل comments اللي بجيلي. ولو لسه متابع معنا للنهاية لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. ودعمكم طبعا مهم جدا لينا. لانه بيشجعنا ان احنا نقدم اكتر ونستمر. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.